ينعبد المؤتمر الرابع للمالحين مساعدة سوريا والمنطقة استكمالاً لثلاثة مؤتمرات استطافتها بلاد الكويت في عالم يموج بالصراعات التي تحركها المصالح قليلة هي سياسات الدول التي يجمع عليها العالم كل العالم تحظى بتقدير الجميع حتى أطراف النزاع لها مكانتها الدولية وصوتها المسموع في كل بقاع العالم الكويت بدبلوماسيتها المعتدلة والمتزنة استطاعت أن تحقق ذلك بحنكة وحكمة قائدها قائد العمل الإنساني حيثما تواجد اسم الكويت ووجدت الإنسانية بأيديها البيضاء تضمد جراح المنكوبين وترسم الأمل في قلوب وعلى وجوه المحتاجين وعلى هذا النهج صارت الدبلوماسية البرلمانية داعمة لسياسات التدخل الإنساني التي دشنها سمو أمير البلاد واستطاعت على مدى سنوات من العمل والعطاء أن تحشد التأييد والدعم الدولي للعديد من الملفات الإنسانية وعلى رأسها الأزمة السورية وفلسطين أم القضايا العربية وفي موازات جوالات وجوالات من المعارك الدبلوماسية الداعمة للقضايا الإنسانية كان لمجلس الأمة جوالات ميدانية بقيادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن واللبنان متفقدا أوضاعهم المعيشية وداعما لقضاياهم الإنسانية شكرا حضرة صاحب السمو أمير البلاد أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعايته لكل هذه الأعمال الخيرية هذه الزيارات البرلمانية الميدانية جاءت ترجمة لجهود الكويت الكبيرة في دعم القضايا الإنسانية بالمنطقة عبر تبنيها لمؤتمرات المانحين ومساعدات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية إضافة إلى مساهمات الكويت المنتظمة لوكالة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين وبنها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين